شديد جراء الحرب الدائرة في غزة سيذهب قداسته إلى ذات المكان لإحياء هذه الذكرى مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عشر سنوات وما آلت إليه الآن المنطقة من حروب ودمار وقتل وفي ذات اللقاء قال قداسته نعم لاحترام الاتفاقات ولا للاستفزازات وأن صنع السلام يتطلب الشجاعة ثم تضرع إلى الله قائلا ساعدنا يا رب وأرشدنا نحو السلام وافتح عيوننا وقلوبنا وامنحنا الشجاعة لكي نقول لا للحرب بعد الآن وكان قد حضر هذا الحدث ممثلون عن المسيحيين والمسلمين واليهود من الأرض المقدسة بدعوة من جلالة الملك عبد الله الثاني وبتنظيم مشترك بين الأردن ومصر والأمم المتحدة يصطدف الأردن يوم الثلاثاء المقبل مؤتمرا دوليا على